السلام عليكم ورحمة الله لو انتوا راحين مرسى مطروح يبقى الفيديو ده كويس جدا ليكم لازم تتفرجوا عليه هقول لكم اسعار الشواطئ وكمان هقول لكم تروحوا فين وتتفسحوا فين وتخرجوا تروحوا فين وتجيبوا هدايا منين خليكم معايا الاخر الفيديو بصوا احنا هنا عند الازاع التلفزيون زي ما انتم شايفين كده دي الاشارة بتاعتها الشواطئ اللي قدامها دي مجال يعني الدخول فيها مش بفلوس بتدخلوا وتأجروا مكان كده زي ما انتم شايفين احنا اجرنا مكان بتدفعوا بس حق الكراسي الشمسيات بتدوك اربع كراسي وشمسية والمكان ده وترابيزة بتمانين جنيه او على حسب الوقت لو انتم راحين فيه يعني من تمانين جنيه لو فيه زحمة او بصوا بقى الشاطئ هنا يعني جامد وحلو وامن للاطفال بتشوفوا الشاطئ ناحية التانية انا عملتلكوا زوم اهو عن ناحية التانية اهو فيه شاطئ كمان قصوده ناحية التانية يعني اامن جدا للاطفال الحتة الزرق اللي في النص دي للزرق الزرق غامق دي دي غريق اسمها غريق يعني ايه اللي ما بيعرفش يعوم عبر ما توصلوا يعني بصوا انا انا الوقفة ده شفته عشان اوريكم يعني الشاطئ امن الاطفال واحمد ابني اهو في العوامة اهو زي ما انتم شايفين كده دي الشواطئ بتاعت زي ما قلتلكوا بصورة اهو انا كنت هناك كده عند الازع والتلفزيون فقلنا نجرب بقى شاطئ رمل وروحنا عند الكبر كده وقلنا نروح الناحية التانية هنروح الناحية التانية بس دخلنا على دينا الشميل كده ناحية الكبر دي شواطئ روم المنطقة دي كلها اسمها باب البحر تقريبا المهم روحنا اهو زي ما شايفين نظام عيشاش كده وبتعوده نظام عائلات برضو بتعوده ما كان كده فيها عائلات دخول الشاطئ تقريبا من 3-5 جنيه للفرد على حسب برضو الوقت اللي انتو رحين فيه تأجير الشميس بـ 100 جنيه ما بيرداش يتنيزل قالينا 100 جنيه على طول شمس آآ مفيش شمسية بتاعي لفوقكو دي آآ ترابيزة ودونا برضو اربع كاريسة فبقى اه فقى البدال وفقى الالعاب المائية عادي دي وانا عاملة فيديو كامل على شاطئ رمل اللي متفرجش عليه يروح يتفرج عليه وبرضو اي للاسعار فيه وكان قيمت يعني بسو دي منطقة ترمل كلها هي شاطئ رمل بقى اللي هي عاملة زي العيشاش كده وشاطئ مغلقة يعني بتشوفوا الناحية التانية يعني بتبقوا الناحية ديتش أليمين تشوفوا الناحية شيمين هينا بقى دي شاطئ مفتوحة دي في العوام في منطقة العوام اللي هي بقى شواطئ الليدو اسمها الليدو آآ برضو نعملة حلقة كاملة عن الشواطئ الليدو بتخش برضو مجينا ما بتدفعوش اي فلوس خالص بتدفعها برضو 100 جنيه حق الشمسية والكريسي او على حسب الوقت اللي انتو فيه ممكن يزود بس 20 جنيه كده لو فيه زحمة اوي وبردو فيها الالعاب المائي بصوا بقى احنا هنا رايحين المنطقة دي فيها بقى كذا شواطئي فيها كلوبطرة وفيها شاطئ الغرام اخر حاجة فيها شاطئ الغرام وفيها شاطئ الابيد وفيها شواطئ كتير وفيها شاطئ القوات المسلحة فشواطئ كتير جدا قبل اتناهي المنطقة دي كده على فكرة على ناحية ايديكو الشمال دي في بحر و ايديكو اليومين برضو بصوا اهو كده بقى هنوصل فين احنا كنا رايحين شاطئ الغرام بعد في الصحراء كده او ده شاطئ الغرام اهو زي ما انتو شفت وانا عاملة برضو حلقة كاملة فيه اللي ما شافهاش يروح يشوفها هتتصوروا بقى مع الصخور انا انا مسورلكو شاطئ الغرام بقى تصور جيمي دي عامللكو جولة جامدة فيه هتصور بقى مع الصخور وكمان تلعبوا وقلعاب زم احنا لعبنا لعبة البلونات كده لو زيعتوا بقى من المية هتروحوا على الكوات المسلحة رحنا حمام السباحة كنا زيقنا بقى من المية مش زيقنا تعبنا من المية والشنبوز وجسمنا بوز فروحنا بقى الكوات المسلحة هي فيها بسن كبير يا حمام سباحة كبير جدا وفي الاخر خالص كده هتلاقوا برضو شاطئ فبقى عشان الناس اللي ما تحبش مثلا حمام السباحة وعايزة البحر ممكن تروحوا بقى في الاخر بعد حمام السباحة كده تنزلوا كده هوريكوا دلوقت وانا برضو عاملة جولة فيها وبالاسعور شاطئ الغرام ما ننسيت اقولكم انه هو سعر دخول الفارد بخمسين جنيه وبتخشوا جوه بيدوكوا الكراسي والشمسية وانا عاملة جولة فيه كوات المساحة غالي شوية بيبدأ من خمسة وسبعين جنيه ده بقى كلوبطرة زي ما شايفينه هو اللي هو الممر الزجاجي بتمشوا على الممر الزجاجي وتوصلوا بقى الناحية التانية بتصوروا فينا خليت بنتي تصور عشان انا بخاف ومشيت خفت تقامش على الممر الزجاجي فيه رسوم بسيطة كده بتدفعوها بره وبعد كده بتدخول بقى تصور ده بقى شاطئ عجيبة وبعايز اقولكم على حاجة ان شاطئ عجيبة دوت الموجة برضو فيها موجة عالية وده شاطئ الامر رخم عجيبة بتمانين جنيه يعني بتخشوا مجينة وبتدفعوها حق الشمسي وكارسي من تمانين لمي جنيه وامر رخم نفس الكريم من تمانين لمي جنيه فيه شاطئ بقى الأبيض اللي هو ده طبع الكوات المسلحة رسوم الدخول بس من خمسين جنيه لحد مي جنيه يعني ما يكون الوقت زحمة قوي بيوصل لحد مي جنيه هو ده امر رخم وفي شاطئ بقى ايه زمرد لو عايزين تشتروا هداية بقى هقول لكم على نصيحة خدوا بلح يعني لأحبابكو او لنفسوكو حتى البلح هناك حلوة او طعمه حلو واسعاره جمده اسعاره حلوة اوي البلح بتاعهم حلوة اوي يعني لو هتشتروا هداية خدوا بلح خدوا بلح وقلوكو تاخدوا ايه تاني بالنسبة بقى لللب نصيحة مني بلاش تشتروا لب وقف عليه طابور وبعد ما وقفنا طابور وتجيبوا اللب بمية وستين جنيه لب اللاوية ده اللب التاني بمية حاجة واربعين مش عارف ايه عادي يعني لقيتوا زيه زي اللب التاني اللي موجود هنا في مصر يمكن موجود هنا احلى كمين وممكن تاخدوا برضو زاتون الزاتون رخيص كيلو بيبدأ بعشرين جنيه زاتون المخلل ده من سوق ليبيا احنا جمناه الكيلو بيبدأ من عشرين خمسة وعشرين تلاتين اربعين لحد اربعين جنيه وانا عاملة جولة برضو في سوق ليبيا وهتشوفوا الاسعار اللي موجودة في سوق ليبيا وممكن كمان تاخدوا زيت زيتون دي الهداية اللي ممكن تجيبوها وبالاش بقى اللب والحاجات اللي ملاشة لازمة اللب بصراحة معجبنش خالص بعد ما وقفنا طوابير عمل ضجة عالفود ممكن تاخدوا بقى زيت زيتون برضو يعني ممكن تاخدوا الزيتون نفسه المخلل او زيت الزيتون هناك زيت الزيتون جميل هو سوق ليبيا هؤل كنت تعمل لكم جولة فيه وممكن تاخدوا بقى هداية تيشورتات اكسسورات زي جنة بنت ممكن تاخدوا بقى ايه اكسسورات هناك برضو اسعارها كويسة وتهدوا حبيبكو كده بحاجات حلوة بلاش الحاجات الملاش لازم زي ما شفتوا كده برضو في تيشورتات وفي حاجات كده رخيصة جدا في سوق ليبيا في حاجات حلوة ممكن تاخدوا اعشاب مش عارف ايه حاجات زي كده انا عاملة جولة برضو في سوق ليبيا ممكن تروح تتفرجوا عليها وعمل لكم الاسعار الموجودة فيها يعني تشتروا هداية من سوق ليبيا او مشارع اسكندرية وانا عاملة جولة هنا وجولة هنا اللي ما شافش الجولات يروح يشوفها يلاقي بالاسعار وبالتفصيل يعني زي ما قلت لكم يعني بلاش الحاجات اللي ما لهاش لازمة وبرضا مشروش من هنا ايه اللي بولك حاجات للتفتيح وحاجات اللي مش عارفة ايه ليه ما جولت المنزر دي بليش عايز انت بقى تخرج وروح شارع العوام بالليل بيبقى جامد بيبقى جامد بجد ده في شارع العوام هتلاقوا حاجات كده ده الطويل ده شفناه في الشارع واقف عند محل كده محل تقريبا دعاية دعاية للمحل واغيني ومش عارفة ايه وعمل فقرات ده في شارع العوام انا عاملة برضو جولة في شارع العوام وبالليل بيبقى جامد بصراح ويقابلكو السيسي ده ممكن برضو تأجروه وتركبوه اللي هو السيسي ده جميل للاطفال ممكن تاكلوا كمان ايس كريم عزة مالي مارس مطروح كل ما تمشوا هتلاقوا ايس كريم عزة ايس كريم عزة بس هو بصراحة حلو وكمان اسعاره حلوة بيبدأ من خمستاشر جنيه وانا برضو عاملة جولة بشوف الجولات بتاعتي وممكن تتمشوا هتلاقوا اللي بتاعنا بيقابلكو قابلنا منه العرائز دي كترة جدا كل ما نمشي نلاقي حاجات زي زي كده يعني كتير الاطفال بتحبها قوي وبيحبوا يتصوروا معيها ومسلع العملة تجري وراء احمد ابني كان تحتوش زي ما انت شفته كده كان تقريبا بيفرق وراء وانا برضو مصورة في جولة يعني كل ما تمشوا هتلاقوا حاجات كتير 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 بتقابلكو يعني بس احلى الشي رعاجبني بصراحة هو شارع العوام بالليل ممكن بقى تأجرو عجل العجل ده برضو في كل حتة ده شارع البحر او شارع الازع والتلفزيون بالليل بقى مليان عجل حد الصبح وفي شارع كده جنبه ده قدام الازع والتلفزيون بالزبط يعني على قديكو اليمين ده مبنى الازع والتلفزيون وقدامها عجل كتير 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 يعني تختاروا الحجم اللي انتوا عايزين وانا برضو عاملة جولة برضو كده بالليل وفي روتين المسائي ووركو العجل وكده وممكن تأجروا بيتشباج وفي عشاط برضو بيتشباج وممكن تدمشوا على قرنش كده زي ما قلتلكو احلى شارع بالنسبه لي واحلى تجربة هو فعلا شارع العوام تحسوا بحاجة كده وممكن بقى في شارع لوان برضو وتدخلوا مطعم المطعم هناك اسعارها حلوة يعني مش اللي هي اوفر او مقورين لا اسعارها حلو ده المطعم ده على البحر عدة كفاهات في بعض وانا عاملة جولة فيه اللي ما شافاش برضو يروح عندي هيلاقي جولة في شارع العوام زي ما انت شفته كده عشوا وعلى فكرة مش هتدفعوا كتير يعني لان اسعارهم حلو ولو انتوا بقى اتدعوا للبحر على فكرة لو انتوا بقى بتحبوا الفنون الشعبية بسوا الحتة الهنك دي هتلاقوا فيها بقى كده دخلوا كده على القفية هتلاقوا فنون شعبية كل يوم بيقعدوا بقى يغنوا ويرقصوا ومش عارفة ايه وكده الناس اللي لها في الغنة والكلام ده تروح بقى الفنون الشعبية وممكن تتصوروا كده زي هي الفنون الشعبية اللي انا بقول لكم عليها دي كانت جنبنا لو انتوا لكم في الفنون الشعبي وكده وصلت لاخر الفيديو اللي عايز يسألنا على اي حاجة يكتب لي في الكومنت وقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو وان شاء الله هقدم لكم فيديوهات كتير يلا اشتركوا في الكوني اشتركوا في القناة